إذن لتسليط الضوء على هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من بغداد عضو مجلس النواب سيد معين الكاظمي سيد معين مساء الخير ونتحدث ابتداء عن قوانين أثارت الجدل منها قانون التجنيد الإلزامي ما طبيعة التحرك داخل البرلمان لغرض الصياغة النهائية لهذا القانون ونحن نتحدث عن قانون مثل ما ورد في جدوى الأعمال مجلس النواب اليوم الأحد عن قانون يتكون من مئة مادة سيد معين بسم الله الرحمن الرحيم أحييك وأحيي مشاهدين الأعزاء كما تعلمون كان هناك دعوات سابقة تدعو إلى عادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية وعلى هذا الأساس قدمت من قبل وزارة الدفاع ولجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب مسودة قانون من مئة مادة بخصوص إقرار قانون للخدمة الإلزامية ويوم غد ستكون القراءة الأولى أكيد هناك آراء متضاربة بهذا الخصوص هناك ما يرى أن لا ضرورة لقانون الخدمة الإلزامية باعتبار العراق قد غادر مرحلة الحروب وما يتطلبه المأساة التي مرت على الشعب العراقي لعقود من الزمن إضافة إلى التكاليف الباهظة لمثل هذه المشاريع وهناك ما يؤيد قضية الخدمة الإلزامية لما لها من دور في تعزيز الروح الوطنية والمعنوية لدى الشباب وهم في مقتبل العمر وتكون ضمن ضوابط لسنة ونصف أو سنة أو أقل من سنة لحسب المستوى الدراسي ويمكن تمويل هذا القانون من خلال الاكتفاء بالخدمة الإلزامية وتقليص الأعداد المتطوعين ويبقى هناك ضباط ومراتب يديرون الجيش العراقي طبعا هذا القانون يوم غد سيقرأ وأكيد هناك تعديلات ستطرأ على مسودة القانون قبل أن نتحدث عن التعديلات التي من المتوقع أن تطرأ على روح القانون سيد معين قبل أن نتحدث عن جملة من التعديلات لربما ستطرأ على روح القانون نتحدث واضح أن هناك انشطار بين النواب بين رفض وتأييد لهذا القانون إذن إذا كانت اللجان التخصصية والحديث عن لجنة الأمن والدفاع النيابية لربما لديها مشكلة في روح القانون بعض مضامينه بعض تبويباته كيف سيتعامل مجلس النواب إذن مع القانون ككل من خلال القراءة الأولى ستكون هناك ملاحظات لدى السادة أعضاء مجلس النواب وستطرح هذه الملاحظات في لجنة الأمن والدفاع وحتى اللجنة المالية وتأخذ بنظر الاعتبار هذه الملاحظات وتعدل على المسودة وتأخذ بنظر الاعتبار أقول من خلال تلاقح الأفكار وتبادل وجهات النظر سنصل إلى صيغة متفق عليها تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق من خلال تقوية الجيش العراقي عدة وعادة وتدريبا إضافة إلى ارتباط أبناء الشعب العراقي بهذا الكيان ويكون له دور في بناء الشباب واستعدادهم للمرحلة القادمة لبناء حياتهم معتمدين على مرحلة مهمة من التدريب والتأهيل البدني طيب والمعنوي لما له من أثر كبير في صياغة الروح الوطنية لدى شبابنا في المرحلة القادمة إذا تحدثنا عن القانون والذي يتكون من مئة ماد حضرة النائب وتحدث قبل قليل عن لو ربما جملة من التعديلات ستطرأ على هذا القانون هل نتحدث عن تعديلات أم نتحدث أيضا عن حذف بعض المواد على اعتبار أن الحديث عن مئة ماد حديث كبير قانون يتكون من مئة ماد لربما سنشهد الكثير من الحذوفات التي ستطرأ عليه كل شيء محتمل لما فيه مصلحة القانون وتطبيقاته على الأرض من ناحية عملية هناك آراء ستأخذ بنظر الاعتبار وبمصلحة البلد وكيف يتم تطبيقه على السنوات المتقدمين من المكلفين بالخدمة بخدمة العالم حسب الأعمار وحسب المستوى الدراسي وحسب الوضع الاجتماعي كل هذه الأمور تأخذ بنظر الاعتبار والرواتب ستكون متدرجة هذا المشروع من شأنه استيعاب أعداد كبيرة من الشباب وتدريبهم وتأهيلهم ليخوضوا الحياة مرة أخرى هناك شيء مهم بخصوص خدمة العالم من خلال القناعات السابقة والتجارب بأن يكون للعراق جيش متمرس وقوي إضافة إلى تزريقه بالدماء بشكل متسلسل لكن نتحدث عن مؤسسة أمنية عسكرية تضم أكثر من مليون وستمائة منتسب طبعا بما فيه الحجد الشعبي إلى أي مدى سيتم الاستقناء عن هؤلاء المنتسبين في حال إقرار القانون وإضافة مواليد جديدة طبعا طبعا في حال إقرار القانون واستقبال المواليد الجديدة أعتقد أن نظام الجيش العراقي سيكون هو عدم تعويض المتطوعين المحالين على التقاعد المنتهية خدماتهم أو المفسوخ عقودهم والاستفادة من المجندين براتب أقل ولفترة محددة وبهمة عالية وبهذا الشكل يمكن للجيش العراقي الذي هو الآن قريب الأربعمائة ألف يعني ليس والعدد الأكبر هو في وزارة الداخلية سبعمائة ألف والحجد الشعبي بكل انتشاره هو بالحقيقة مئة وخمسين ألف لذلك الجيش ووزارة الدفاع يجب أن تكون مؤهلة طيب لتنفيذ هذا القانون من حيث العدة والعدد والمعسكرات والمدربين إضافة إلى التوجيه العقائدي والمعنوي المطلوب هذا هو شيء أساسي بالنسبة لوزارة الدفاع لكي تكون مؤهلة لإنجاح التجربة الجديدة تجربة خدمة العلم الإلزامية طيب نتحدث أيضا ونستدمر وجودك معنا في هذه النشرة سيد معين عن قانون الموازنة 2023 كيف تبدو الأجواب خصوصا داخل البرلمان للتهيئ لاستقبال هذه الموازنة طبعا بعد أن تأتي من الحكومة وهل نتحدث بالإمكان تمرير قانون الموازنة في وقت قياسي حضرة الناب أعتقد مع زيادة أسعار النفط التي بلغت مئة دولار وسعر الدولار ارتفاعها بالإمكان أن يكون وارد النفط ما يقارب المئة وعشرين تريليون دينار لعام 2023 وأتوقع أن تكون موازنة مقدمة من وزارة المالية ووزارة التخطيط هي 150 تريليون منها ما يقارب 50 تريليون للاستثمارية وهذا شيء مهم وأساسي لتطوير الوضع الاستثماري للبلد وأن لا تكون الموازنة أكثرها للتشغيلية لذلك هناك جهود تبذل وتوجيه من الحكومة إلى وزارة المالية ووزارة التخطيط للإسراع بتقديم الموازنة خلال هذا الشهر أو بداية الشهر القادم بحيث يتسنى لمجلس النواب دراستها وإبداء الآراء حولها في اللجنة المالية واللجانة التخصصية الأخرى ثم تعرض الموازنة للتصويت أكيد موضوع الموازنة فيها وجهات نظر بالنسبة لاستحقاقات المحافظات أو ما يتعلق بوضع كردستان أو المحافظات المتضررة من العمليات العسكرية وغيرها من استحقاقات مهمة لا بد أن يتم تضمينها في هذه الموازنة لتلبي طلبات المجتمع في نفس الوقت النهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري والبنى التحتية خصوصاً أن الحكومة الحالية بدأت بمشروع الحجد الوطني لاجتماع الذي جرى يوم أمس لرئيس الوزراء مع أمانة بغداد محافظة بغداد وزارة الإعمار والإسكان الحجد الشعبي الداخلية الدفاع لحجد الطاقات باتجاه البناء البنية التحتية وخدمة المناطق وهذا يحتاج إلى تمويل والتمويل الآن معتمد على موازنة الدعم الطارئ للأمن الغذائي وفي عام 2023 لا بد أن تأخذ كل هذه الأمور بنظر الاحتبار وتناقش في مجلس النواب ونأمل أن تمرر الموازنة ويصادق عليها لينطلق العراق بمرحلة جديدة وواعدة إن شاء الله من بغداد عضو مجلس النواب سيد معين الكاظمي شكرا جزيلا